بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة كيف نقوم الليل معظمنا يظن أن قيام الليل يجب أن يقتصر على السجود والركوع والصلاة ولكن هذا المفهوم ناقص أيها الأحبة لأن الله عز وجل عندما أخبرنا عن قيام الليل لم يقل من أمضى الليل قائما أو مصليا ماذا قال قال سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل قانت خاشع والقنود هنا أيها الأحبة يمكن أن تدعو الله وأنت خاشع يمكن أن تذكر الله وأنت خاشع يمكن أن تطعم فقيرا وأنت خاشع فالقنود يصف حالة الإنسان لا يصف الفعل يمكن أن تصلي وأنت قانت أو خاشع إذن القنود هنا هنا لم يستخدم القرآن لفظ الصلاة استخدم لفظ القنود أي الخشوع لله عز وجل أمن هو قانت أي خاشع آناء الليل أجزاء طويلة من الليل معظم الليل ماذا يفعل ساجدا وقائما يرجو رحمة ربه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب سبحان الله يعني أنظروا أيها الأحبة وصف لنا حالة المؤمن الذي هو يمضي ليله خاشعا لله ساجدا وقائما السجود نحن نعلم السجود يكون في الصلاة القيام هنا يمكن أن يكون في الصلاة وفي غير الصلاة لأن لدينا آية أخرى أيضا تصف حال المؤمن الذي يذكر الله حتى على جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إذن حتى وأنت متجع أنت تستطيع أن تقوم الليل تستطيع أن تكتب بين زمرة القوامين الخاشعين القانتين لله تبارك وتعالى إذن أخي الحبيب أول شيء أو أهم شيء هو ذكر الله أن تذكر الله وأنت تذكر الله يجب أن تخشع لأن القنوط مهم ما الفائدة من ذكر الله إذا لفظت الله الله أو لا إله إلا الله أو سبحان الله مثل ببغاء لا تعقل يجب أن تستحضر عظمة الخالق سبحانه وتعالى يعني عندما تقول يا رب أرزقني يا رب أكرمني يا رب اغفر لي يجب أن تتذوق هذه المعاني لا أن تقول يا رب اغفر لي ثم تعصي الله يا رب أكرمني وأنت تمنع الخير عن الفقير أو المساعدة عن من يحتاج إليها أو تقول يا رب أرزقني وتأكل الحرم هذا الكلام غير منطقي فيجب أن تتذوق لذة الخشوع الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فإذا شمل لك كل حالات الإنسان الإنسان إما أن يكون قائم واقف يعني أو جالس هكذا أو متجع على جنبه متكئ فهذه الحالات الثلاث أنت تذكر الله وكلها تسجل لك ضمن قيام الليل يعني الليل طويل أيها الأحبة يعني الإنسان يقوم يصلي مثلا مثلا أربع ركعات أو ثماني ركعات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في بعض الروايات أنه كان يصلي الثماني ركعات من الليل قيام الليل يعني وبعد الثماني ركعات هل تجلس لا تقرأ القرآن تذكر الله تتأمل معجزات القرآن اليوم تستطيع أن تقوم الليل على موقع يوتيوب مثلا أو فيسبوك تستخدم هذه المواقع لتتعلم كيف تتدبر القرآن لتتعلم كيف تصلي كيف تذكر الله تحفظ القرآن يعني يعني يمكنك أن أن تستخدم الليل لحفظ القرآن والليل من أروع الأوقات لحفظ القرآن لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال فيه تقريبا بدايات نزول القرآن سورة المزمل من أوائل السور التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها المزمل قوم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل إن سنلقي عليك قولا ثقيلة كم واحد مننا الآن ممن يستمعون إلي يشعر بثقل القرآن أنا الآن قرأت هذه مقدمة سورة المزمل من شعر معي بثقل هذا الكلام أكيد قليل لماذا؟ لأننا لم نتذوق لا القرآن ولا إعجاز القرآن ولا عظمة معاني القرآن ولا بلاغة القرآن لذلك نحن نسمع وليس لدينا أي رد فعل ماذا قال له سبحانه وتعالى ماذا قال لحبيبه إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلة إذا أردت أن تحفظ القرآن عليك بالليل إذا أردت أن تتدبر القرآن عليك بالليل إذا أردت أن تخشع إذا كان لك حاجة عند الله عليك بالليل قم الليل إلا قليلا هذا الأمر النبوي ينبغي أن نطبقه أيها الأحبة هذا الأمر ليس فقط للنبي بل لكل مؤمن أحب هذا النبي وتبعه صلى الله عليه وسلم هناك حقيقة قليل مننا من يتأثر بكلام الله إسبق قليلا استمعوا معي إلى هذه الآية أيها الأحبة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني يعني فيه حلال وحرام يذكر لك الخير والشر يذكر لك الدنيا والآخرة يذكر لك عالم الجن وعالم البلائكة مثاني الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم طيب كم واحد يشعر أن جلده يقشعر عندما يطلع عليه كلام الله موجود ولكن نسبة قليلة للأسف ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هد انظروا أيها الأحبة كلمات رائعة جدا والله أحبتي في الله يعني الملك سبحانه وتعالى هو الذي يخاطبنا هو الذي يعلمنا هو الذي يريد يريدنا أن نتقرب منه لا تظن أن الله بعيد عنك أخي الحبيب لذلك منذ هذه الليلة لا تحرم نفسك من لذة قيام الليل بكل بساطة ولو مدة نصف ساعة اجلس وتعلم القرآن هذا قيام ليل طيب هناك أخ يحتاج إلى مساعدة يحتاج إلى قضاء حاجة قد يكون هذا العمل فيه ثواب أكثر بكثير من الصلاة والصيام والزكاة لأن الإنسان إذا قضى حاجة أخيه من كان يعني إذا كان العبد بحاجة أخيه الله بحاجتك كأن الله هو الذي يحتاجك لذلك الله تعالى لم يقل من ذا الذي يقرض الفقير قرضا حسنا ماذا قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله هل الله بحاجة أن يقترض مني ومنك نحن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحبيد هل الله بحاجة لنا لا ولكن الله يريد أن يرسل لك رسالة لا تستخف بإنسان يطلب منك حاجة تقضيها اليوم كم نسبة من يحرص على قضاء حوائج الناس كم نسبة من يسير في قضاء حوائج الناس والله أيها الأحبة النسبة قليلة جدا لذلك نجد البلاء والوباء والغلاء ينزل علينا لم يعد هناك حب للخير لم يعد هناك أن تؤثر أخاك على نفسك أخاك المؤمن حتى أخاك في الإنسانية يجب أن تعامله معاملة حسنة وقول للناس حسنة للناس أي إنسان فلذلك أيها الأحبة ألخص هذا اللقاء الإيماني بكلمات قليلة أقول إن قيام الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قيام الليل القرآن ذكر الله ولو نصف ساعة كل يوم لا تنسى قد يأتيك الموت غدا وأنت غافل وأنت تخطط لمشاريع ستنفذها هنا وهناك تريد أن تفعل كذا وكذا غدا لديك مواعيد لديك أعمال لديك مشاكل ستحلها قد يأتيك الموت بغتة بغتة يدمر كل هذه المشاريع والأفكار لا لا تنتفع في هذه اللحظة إلا بذكر الله سبحانه وتعالى لا ينفعك إلا ما قدمت من عمل صالح هذا العمل هو الذي سيذهب معك إلى القبر لذلك ولو مدة قليلة لا تحرم نفسك منها ولا تنساها اقرأ القرآن استمع إلى آيات من القرآن صلي على الأقل ركعتين على الأقل ركعتين كما قال النبي في جو في الليل خير من الدنيا وما فيها اعمل حاول أن تخطط لأعمال البر لأن أيضا التفكير بأعمال البر هو جزء من قيام الليل يعني أنا غدا سأساعد فلان سأقضي حاجة فلان سأفعل كذا سأتصدق بكذا هذا التفكير أن تضع برنامج عمل لليوم التالي أيضا هذا جزء من قيام الليل والله يرضى عنك سبحانه وتعالى عندما تسلك هذا السلوك لذلك أحبتي في الله أرجو منكم أن تهتموا بموضوع قيام الليل ولا تغفلوا هذه العبادة الرائعة على الأقل كما قلت لكم إذا لم تستطع أن تجلس ثلاث أربع ساعات خمس ساعات ليكن ولو ربع ساعة نصف ساعة ساعة قدر ما تستطيع وستجد الثواب العظيم لحظة الموت لحظة لقاء ملائكة الله سبحانه وتعالى الذين سيأتون ليتوفونك ولحظة البعث ولحظة لقاء الله وهو أجمل لقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا لقاءه من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته